بكثير من الوعود والالتزامات في ضخ مزيد من الاستثمارات تحت ثوب شراكة متجددة انتهت أول جولة لرئيس الدبروماسية الأمريكية في القارة الإفريقية جولة رسمت لمخاوف أمريكية من نفوذ صيني متنام في القارة الصمراء لكنها حملت رغبة واشنطن لكسب أرضية أوسع في إفريقيا أود أن نكون واضحاً الولايات المتحدة لا تريد الحد من شراكاتكم مع الدول أخرى نريد تعزيز شراكاتنا أكثر لا نريدكم أن تختاروا نريد أن نعطيكم خيارات نهجنا سيكون مستداماً وشفافاً ومبنياً على القيام بلينكين الذي دعا زعماء القارة لحضور الخمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل لم يتوانى على مدار حزمة الخطابات التي ألقاها في جولته الثلاثية من توجيه رسائل مبطنة ومنتقدة للحضور الصيني في القارة الصمراء الاتفاقات مع دول أخرى حول البنى التحتية قد تكون غامضة وقصرية وتغرق البلدان في ديون طائلة وتدمر البيئة ولا تفيد دائماً الشعوب التي تعيش هناك نحن سنقوم بالأمور بشكل مختلف الرغبة الأمريكية في توسيع حضورها في إفريقيا ترسم آمال إدارة بايدن لسير في مسار مغاير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لم يخفي ضعف اهتمامه بالقارة لم تعامل الدول الأفريقية أحياناً كثيرة كشركاء على قدم المساواة بل كشركاء ثانويين أو حتى أسوأ من ذلك إننا مدركون أيضاً لكون عقود من الاستعمار والاستعباد والاستغلال تركت إرثاً أليماً لا يزال حياً إلى اليوم ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تترنح القارة الصمراء بسوق يحصي أكبر من مليار مستهلك بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني ونصف تريليون دولار سوق استهلاكية ضخمة تثير شهية القوى العظمى وكبريات الاقتصادية العالمية